تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حافظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة منح جلالة عهل البلاد المفدى جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حافظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع لمقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالتكم حافظكم الله ورعاكم جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تقديرا لرؤية جلالتكم في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا في مملكة البحرين وما شملته جهودكم من استراتيجيات ومبادرات أكدت جدواها نحو تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي والدولي إن هذه الجائزة التاريخية التي منحتها هذه المنظمة الأممية لجلالتكم هي مصدر احتزاز وفخر من قبل الجميع وهو ما يتوج مسيرة حافلة من العطاء والإنجاز تضافرت خلفها بالدعم المطلق جهود أبناء شعبكم العزيز بكل تفاني وإخلاص لقد سعدنا اليوم ونحن نتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن جلالتكم حافظكم الله ورعاكم والاحتفاء بإنجازات مملكة البحرين على صعيد تمكين المرأة والشباب وتعاونها مع منظمة اليونيدو والتي شكلت جانبا هاما من حرص وتوجيه جلالتكم نحو تعزيز التعاون مع مختلف منظمات الأمم المتحدة هذا التعاون الذي عاكس ريادة البحرين في تدشين البرامج الهادفة كالنموذج البحريني لريادة الأعمال والذي يحتذى به الآن في أكثر من 48 دولة وجسد شراكة استراتيجية متميزة بين اليونيدو ومملكة البحرين إلى جانب مواصلة نجاح مملكة البحرين في رسم استراتيجيتها وتحويلها إلى فرص ونجاحات ماثلة في نماذج رعيتموها جلالتكم ونعتز جميعا بما تحققه ومنها جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله ورعاها في تمكين المرأة البحرينية على كافة الصعود وبخاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي مما يتكامل مع دور نموذج آخر وهو صندوق العمل تمكين والذي يطلع بتطوير أفق ريادة الأعمال وتمكين الشباب بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الوطنية التي تساهم في مساعد تنمية المستدامة وفي الختام نجدد لجلالتكم الأعلى على مواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم لوطنين الغالي بقيادة جلالتكم الحكيمة سائلنا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء